تجشين المشروع استمرارا للتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في مجال استكشاف الفضاء والاستثمار في علوم المستقبل بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ويرتفع سقف طموحنا الوطني بالتفوق في العديد من العلوم المتقدمة كعلوم الفضاء بفوائدها العلمية والبيئية وعلوم الطاقة الذرية باستخداماتها السلمية لخدمة الإنسانية لنمكن أجيالنا من صناعة نهضتهم بالسبق والاحتراف العلمي والمعرف تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز مكانة المملكة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مسشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن تدشين مشروع بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل في مملكة البحرين حيث أكد سموه أن هذا المشروع من المتوقع الانتهاء منه وإطلاقه مع نهاية شهر ديسمبر 2023 وشيرا سموه إلى أن هذا المشروع يعد إنجازا متميزا للمملكة وسيساهم في تنفيذه نخبة من الشباب البحريني المؤهل والمتمكن في مجال علوم وتقنيات الفضاء وتسعى مملكة البحرين في تسخير علوم وتقنيات الفضاء من أجل التنمية الوطنية وتشجيع علوم الفضاء وتطبيقاته ووضع برامج متقدمة لبحوث الفضاء وبناء القدرات في المجالات المتخصصة وخلق قطاع جديد للفضاء في المملكة كما تسعى جاهدة للاطلاع بدور حيوي في حماية البيئة ومساعدة المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويعد إطلاق القمر الصناعي البحريني استكمالا لجهود مملكة البحرين في استكشاف الفضاء حيث تم في ديسمبر 2021 إطلاق أول قمر صناعي بحريني إماراتي مشترك ضوء واحد والذي يسهم في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنترنت الأشياء مراقبة انبعاثات الغازات من المصانع وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مجال الاستشعار عن بعد كما يسهم القمر الصناعي البحريني في إعداد بيانات عامة تتعلق بالبيئة والزراعة والمناخ وهو ما سيمكن المملكة من توظيف المعلومات بشكل أفضل وتطوير قدراتها في مجال تحليل البيانات الضخمة تطوير قدراتها في مجال تحليل البيانات الضخمة تطوير قدراتها في مجال تحليل البيانات الضخمة